وفي إطار الاحتفالات المستمرة بمناسبة المولد النبوي الشريف لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نظم القسم النسائي بالهيئة الإعلامية لأنصار اللافعالية الاحتفالية بهذه المناسبة بذكرى ميلاد خير البرية أحيى القسم النسائي بالهيئة الإعلامية لأنصار اللافعالية احتفالية بهيجة تحت شعار مولد النور ميلاد أمة ألقيت في الحفل عدد من الكلمات والمواعظ والدروس والعبر من سيرة وحياة خير البشر ورسالة سامية التي حملها إلى أمته لنتأسى بها في أقوالنا وأعمالنا وأفعالنا هي تأتي في ظروف تعيش فيها الأمة حالة من التيه وحالة من البعد والالتفاف حول النبي صلى الله عليه وعلى آله وأحياء هذه المناسبة هو يأتي في إطار الحرص على إعادة الأمة إلى محور الارتكاز المتمثل في النبي صلى الله عليه وعلى آله والمنهجي التي أتى بها والرسالة التي أتى بها وهي القرآن الكريم التي هي مهيمنة على كل الكتب وعلى كل الرسالات هذه الاحتفال بالمولد النبي هو مقدمة وخطوة أولى لإحياء الرسالة لكي نواجه الجاهلية التي سيطرت على العالم أجمع البشرية بأجمع رسالة محمد هي رسالة هداية لكل البشر للإنس والجن وليس للبشر فقط نسأل الله تعالى أن يجعل أمتنا تعتبر هذا منضلقا لتغيير واقعها السيء وأن تعود إلى تاريخ ومجد وعز رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونريد أن نقول للاستكبار العالمي الممثل في أمريكا وإسرائيل وأذنابهم من الخليجيين المنافقين وغيرهم أسلموا تسلموا الأمة أصبحت تثور كبركان عارم من عجل تذليل الصعاب أمامها ومن عجل أن تسترد عزتها المسلوبة وكرامتها المنهوبة تخلل الحفل عدد من الفقرات الانشادية والفنية والإبداعية والقصائد الشعرية المعبرة عن حب الرسول الأعظم كما تضمن الحفل عرض فيلم وثائقي عن المؤامرات والدساس التي تحاك ضد الإسلام والمسلمين والإساءات المتكررة لرسول البشرية من قبل اليهود والملحدين الذين ما عرفوا أن رسول الله ما جاء إلى البشرية إلا رحمة للعالمين طبعا تأتي هذه المناسبة العظيمة هو نحن وشعبنا في اليمن يعاني من حرب عدوانية تجنها قوى الاستكبار العالمي وفي مقدمتها إسرائيل وأمريكا وأدواتها السعودية والإمارات هذا الوضع يتطلب مننا أن نستلهم من الرسول صلى الله عليه وسلم قيم الشجاعة وقيم الصبر والثبات استطعنا أن نظهر الصورة الحقيقية التي أتى بها الرسول الأعظم استطعنا أن نبين ما هو الإسلام ومن هم المسلمون وماذا تعني كلمة أن نكون مسلمين وأن نكون أحرار وأن نكون مسالمين للعالم فاليوم في هذه المرحلة وفي هذا الزمان وفي هذا المكان بالذات وفي هذه المصاعب التي حدثت على اليمن يوجد مذاق قاس لإحياء ميلاد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لأجل هذه الأشياء التي ذكرت قمنا اليوم هذه الاحتفائية احتفائية مولد النبي عليه أفضل الصلاة والسلام عليه وعلى آله طيبين الطاهرين وكما يعرف الجميع أن الشعب اليمني من مضلع شهر ربيع الأول وإلى نهايته الاحتفالات مستمرة والاحتفاءات بهذه المناسبة العظيمة في كل مكان في المديريات في الجوامع في المدارس في المنتديات في المؤسسات في الجامعات أحياء ذكر المولد النبوي الشريف رسالة إلى أعداء الأمة الإسلامية أننا أمة متمسكة برسالة وهدي نبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم لقناة اليمن خالد القطاب صنها